العراق لا يزال هشا من الناحية السياسية واستقالة نواب التيار الصدري لا تتجاوز كونها حلقة جديدة من حلقات الصراع السياسي في البلاد هكذا يصف المشهد في العراق تقرير نشره موقع وار اون روكس الامريكي ويصف التقرير الامريكي استقالة النواب الصدريين بأنها قد تهدف إلى تعزيز شعبية الصدر إذا منهرت العملية السياسية برمتها أو ربما تمثل تلك الخطوة خطأا سياسيا فادحا من جانب مقتدى الصدر إذ تخلى عن المبادرة لصالح منافسه السياسيين كما أنه مزق بهذه الاستقالة تحالفه مع كل من تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني وبينما بدأت المباحثات داخل الإطار التنسيقي بهدف تشكيل الحكومة بعيدا عن التيار الصدري فإن الجدل يدور بشأن وعود الإصلاح التي قدمتها الحكومات السابقة وهل ستنفذ الحكومة المقبلة تلك الوعود؟ لا سيما في ظل تدفق المليارات غير المتوقعة من عوائد النفط بعد ارتفاع أسعاره عالميا أم أن تلك الحكومة لن تخرج عن التجارب السابقة لحكومات بغداد منذ الغزو الأمريكي وستمعن في نهب خزينة العراق لمصالحها الخاصة أمام ذلك المشهد السياسي المعقد والتوقعات بظهور حكومة بعيدة عن الصدريين فإن التيار الصدري سيكون بحسب التقرير الأمريكي أمام احتمالين فإما سيستخدم الشارع لإظهار قدراته كقوة معارضة تستطيع فرض رؤيتها على تلك الحكومة وإما سيستخدم ميليشيا السراية إذا وصلت الأمور إلى حد المواجهة مع قوى الإطار التنسيقي وميليشياتها الأمر الذي ينذر بأن العراق ربما يدخل مرحلة أخرى من الصراع أكثر عنفا وضراوى من سابقاتها مرحلة يرى محللون أنها ربما تكون تمهيدا لانهيار العملية السياسية برمتها بعد نحو 20 سنة من الغزو الأمريكي